أكد رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمن لإصلاح في محافظة مأرب عبدالواحد دهمش على أهمية الدور الذي يطلع به إعلام الإصلاح في المعركة الوطنية للتصدي للأفكار المنحرفة والمتطرفة وصناعة الوعي المجتمعي وتعزيز القيم الاجتماعية الحميدة والتوعية بمخاطر الأفكار الهدامة وشدد دهمش أمام الدورة التدريبية التي أقامتها الدائرة حول مهارات الإعلام الأساسية على ضرورة التأهيل والتدريب والارتقاء بالرسالة الإعلامية وأشار دهمش إلى أهمية الرسالة الإعلامية الصادقة والهدفة التي تثمر وعيا وأكد على أهمية تطبيق ما تعلمه المشاركون في الدورة بما يخدم خدمة المجتمع المقاوم للميليشيا الإرهابية الحوثية ويعزز القيم الجمهورية والثوابت الوطنية ترجمة نانسي قنقر